بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لحل المسائل لمادة مقاومة المواد واختباراتها strength of materials and their testing معاكم الدكتور أمير محمد القسنتيني نواصل مع شرح المسائل المتعلقة بالمحور الثاني tension compression and shear ونمر إلى شرح المسألة رقم 9 معطى هنا ثلاثة من البليتس الأولى والثانية والثالثة ممسوكة ببعض من خلال من خلال النوع من المطاط هنا وهنا بالقيام بالتطبيق قوة شد على البليت الوسطى يحدث شير ما بين البليت الأولى والثانية والشير ما بين البليت الثانية والثالثة المعطيات كالاتي الثكنس تبع الربر المطاط 9 مليمتر الطول للبليتس 160 مليمتر والعرض 80 مليمتر الشير موديلس يساوي 1250 كيلو باسكال والقوة تساوي قوة الشد P تساوي 16 كيلو نيوتن وهي في الحقيقة قوة الشير قوة الشد للبليت هي قوة الشير المطبقة على الربر حساب الطاو أفريج شير سترس أفريج يساوي فورس على أريا طبعا هنا مطلوب حساب ماذا؟ مطلوب حساب الديس بليسمينت الريلاتيف ديس بليسمينت ما بين البليت والربر أو من بين two plates جراء الشير الذي حصل عند المطاط الاريا هنا تساوي two لأنه double shear اثنين ضرب البي ضرب T لأنه عندنا two rubber pads فالتاو أفريج متوسط الإجهاد إجهاد القص يساوي 0.62 أو 625 ميجا باسكال الانفعال المتوسط أو متوسط الانفعال gamma average الناتج عن الشير يساوي من خلال قانون هوك tau average تقسيم الشير فيساوي 0.625 ميجا باسكال تقسيم 1.25 جيجا باسكال يساوي 0.5 هذا هو ماذا؟ هو الانفعال الناتج عن الشير لحساب الhorizontal displacement نقوم بضرب الانفعال ضرب الثيكنيس فبما أنه الانفعال يساوي 0.5 radians فالدلتا وهي الhorizontal displacement يساوي 0.5 radians ضرب التسعة مليمتر الثيكنيس فيساوي 4.5 مليمتر هذا هو الانفعال الناتج عن الفورس ال-P التي تساوي كم؟ التي تساوي حسب المعطيات 16 كيلو نيوتر موسيقى